نختم الجولة من الصحافة ومنها نقرأ الحلو يعيد قطاعات مفصولة إلى قطاع الشمال أصدر رئيس الحركة الشعبية الشمال عبدالعزيز الحلو قراراً بإعادة الذين فصلهم عقار من الحركة تعسفياً إلى الخدمة وإلحاقهم بالترقيات التي تنتظم جيش الحركة شملت القائمة كل من اللواء أحمد بلقى والعميد رمضان حسن نمير وآخرين كما شكل لجنة للاتصال بكل من اللواء تلفون كوكو واللواء إسماعيل جلاب وآخرين بمجموعة الأغلبية الصامدة وتوقعت مصادر أن تسند رئاسة اللجنة إلى يوسف كرة وقال المتحدث باسم الحركة الشعبية أرنون قوتلولودي إن قرار وقف العدائيات الذي أصدره الحلو أمس الأول لمدة ستة أشهر ابتداء من نهاية يوليو وحتى يناير المقبل هو امتداد للإعلانات السابقة وذلك للتأكيد بأن الشعبية شمال والجيش الشعبي ليسوا دعاة حرب بل دعاة سلام عادل على حسب قول المسؤول في الحركة الشعبية سيد المكاش في إعلان الحلو وقف إطلاق النار ألا يعتبر خطوة مهمة لاستئناف المفاوضات المتعثرة حتى الآن؟ نعم هي خطوة مهمة ولكن كما تعلم إنها تكررت كثيراً يعني السودان حكومة السودان تعلن وقف إطلاق النار جانب الحركة الشعبية يعلن وقف إطلاق النار تكررت كثيراً يعني وأخيراً الحكومة السودانية كانت قد أعلنت وقف إطلاق النار لمدة 6 أشهر ومددته أيضاً لاحقاً لمدة 3 أشهر حتى أكتوبر القادم من جانبها العبد العزيز الحلو يعلن أيضاً وقف إطلاق النار حتى يناير هذا يتكررت كثيراً ولكن حتى الإعلانات هذه كانت تفتقد لشيء مهم جداً لجنة المراقبة يعني تراقب حقيقة وقف إطلاق النار ورصد أي انتهاكات أو خروقات لمسألة وقف إطلاق النار هذه غير موجودة إنما إعلانات شفاهية عبر بيانات تتم من هنا وهناك على كل حال هي خطوة إيجابية ونتمنى أن تصب في اتجاه الموضوع قدماً في موضوع السلام لكن الأهم من وقف إطلاق النار أيضاً كان يفترض أن يلتفت إلى موضوع الإغاثة الإنسانية هذه الإغاثة الإنسانية موضوع مهم جداً وكان يستحق أيضاً أن يتم التداول حوله بشكل سريح طيب لكن المكاشف الآن الحلو أعلن وقف إطلاق النار في هذا الوقت بالتحديد ومعروف ده وقت خريف وأن فصل الخريف تتوقف فيه العمليات العسكرية معروف في جنوب كردوفان ونيل الأزرق أيضاً هناك سؤال هل الحلو عنده جيش عنده في يده في قوة عسكرية بيقدر إطلق بها نار أصلاً حتى يوقفه؟ لا لا أعتقد هناك طرب آخر موجود على الأرض أصلاً هي القتال أو الحرب متوقف منذ سنتين منذ سنتين ليس هناك قتال أو حرب يعني ليس الآن فقط منذ سنتين ليس هناك قتال بالمعنى يعني يمكن أن نصف الخطوة دي خطوة بتاعد علاقات عامة نعم 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 أكيد ولكي يقابل أيضاً والرجل كما تعلم هو الآن رئيس مكلف جديد للحركة ويحتاج أن يثبت موقفه ويثبت اسمه وهناك طرف غير مختلف به نعم نعم فهو يحتاج مثل ذلك حتى يثبت حقه في رئاسة الحركة ويعني يثبت أن هذه هي الحركة الشعبية الشمال التي رأسها عبدالعزيز الحلو نعم مكاشف هناك طرف يتواصل مع الألية الأفريقية رئيسة رفاعة المستوى برئاسة ثابون بيك هي طرف مالك عقار وياسر عرمان ومجموعاتهم والآن الحلوبة مجموعة موجودة على الأرض هل يمكن أن نسمي هذه الخطوات أو إلى أي مدى يمكن أن تقرب الحلو إلى طاولات التفاوض أكثر أنا أعتقد هو تقرب كثيرا الحلو هذا إن لم أقل أنه سيكون الجناح الذي يرأسه هو الجناح المعترضي والذي سيخوض المفاوضات القادمة هم الآن حتى الآن كما جاء في الخبر هم غير مشغولين بموضوع استمرار المفاوضات مشغولين بترتيب البيت الداخلي والبناء الداخلي للحركة وانتظار وترتيب للمؤتمر العام الاستثنائي هم ينتظرون ذلك ثم بعد ذلك بالنسبة لهم موضوع الدخول في التفاوض أو استمرار التفاوض في مرحلة تالية فأعتقد أنه يعني كل الشواهد حتى الآن تشير إلى أن الجناح الذي يقوده عبدالعزيز الحلو هو الذي سيمثل الحركة الشعبية قطاع الشمال ولكنها تشير أيضا إلى أن الحكومة الآن أمامها من ضدتين تفاوض مثل ما حدث لبعض الحركات في دارفور تتفاوض مع هذا وتتفاوض مع هذا يمكن أن يكون ذلك يعني كما حدث لحركات دارفور يمكن أن يحدث ذلك لكن بالضرورة هناك سيبقى فصيل رئيسي يعني فصيل رئيسي معه القوة معه الجيش معه يعني غاء يعني كل مجلس تحرير قطاع جبال النوبة ومعه يعني جزء كبير جدا من قطاع النيل الأزرق وهكذا فسيبقى هذا هو الجسم الرئيسي نعم يمكن أن يفترع يعني شكل آخر لتفاوض مع الجناح الآخر الذي يعني على رأسه مالك عقار وياثر عرمان لكن في النهاية يعني أفتكر أنه هو الآن في لقاء سيتم بين جناح عبدالعزيز الحلو والآلية الأفريقية نعم توقف سننتظر لما تصفر عنه الأيام القادمة هل إذا هل يحسم الموضوع تماما لصالح عبدالعزيز الحلو أم سيكون هناك أيضا اعتراف ماء بالجناح الآخر وأيضا يعني يتم الإنقراط معه في تفاوض منفصل حيدر المكاشفي الكاتب الصحفي والمحلل السياسي كنت معنا في الفقرة التحليلية من برنامج منشطات سودانية على سودانية 24 لهذا اليوم شكرا جزيلا لك سعدنا بلقائك شكرا أستاذ محيد الدين شكرا جزيلا